اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اليوتيوب في حي سارسان بباريس حيث تطرق الى العديد من الامور التي تخص مشواره الرياضي وايضا اموره شخصية وقال محرز انه تعرعرع على حب الدين الاسلامي وتطبيق تعليمته حيث قال انه كان يذهب مع والده الى المسجد بشكل منتظم كما تعلم منه عدة صور قرآنية احنا يا ماذا بكم اعطونا جيم كومنتر اابنوا معنا وبرتازوا الفيديو ونعودلوا له بخصوص الجانب الفني ووضعيته الحالية في البطولة الانجليزية قال محرز لقد تعرضت لعدة صعوبات في الموسمين الاول ولكن اصراري كان اكبر في تحدي كل الظروف والوصول الى افضل مستوى لي واضن انني وصلت الى مرحلة مرضية بالنسبة لي واوضح قائد الخض انه لقي نفس الامر في المنتخب الجزائري في بداية مشواره معه الى درجة انه يعني كافح للوصول الى ما هو عليه واسط محاربين الصحراء يعني تشوكي باش لعاب ليخدم لعاب هذا ليخدم يوصل لي امن بروحو يوصل وليقار على الناس توصلوا ما يوصلش عليه ما تنسوش ابنوه اعطونا جم كومنتر وپارتاجوا الفيديو سعيدو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر